قام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بزيارة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل نعم قد أعرب سعادة وزير الإعلام للمسؤولين في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة عن خالص تعازي وموساة مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بظهر الله ورعاوة لأسرة آل هيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق بهذا المصاب الجلل مستذكرا ساعدته الإسامات الجليلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رحمه الله لتطوير وتعزيز علاقات الأخوة الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين تأكيدا على الوشائج الحميمية والمصالح المشتركة والجهود المخلصة التي قام بها سموه رحمه الله لخدمة الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها المصيرية ومسالدة الجهود العالمية لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدولي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وردوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة الانهيان الكرام وشعب الإمارات جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يحفظ سبحانه دولة الإمارات العربية المتحدة شامخة أبية وينعم عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يديم عليها الرفع واللماء والاستهار ويكل الجهود صاحب السموه الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد لقيادة مسيرتها التنموية الشاملة نحو مزيد من التقدم والعزة والرفع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة